سيارة المستقبل ستكون سيارة المستقبل أحد الابتكارات المتطورة كثيرا وستتميز بالتجدد المستمر وبقدرتها على استعاب التطور التكنولوجي الذي سيشمل جميع مكونات السيارة وستجهز بالتقنية نفسها التي احتوتها الطائرات قبل عشر سنوات وهذا معناه أن سيارة الغد ستكون أكثر تطورا من الناحية التقنية وستغدو آلة ذكية وذاتية القيادة ومرتبطة بشبكة الانترنت وتستطيع التواصل مع غيرها كما أنها غير ملوثة للبيئة ولم تعود الوظيفة الأساسية للسيارة بوصفها أذات تنقل الهم الوحيد لمصنع السيارات وإنما يسعى هؤلاء في سياق توظيف التكنولوجيا لتطوير أسلوب الحياة العصري وشعلها آلة للتنقل الذكي تركز على الأداء والراحة والأمان وتمكن مستخدميها من تخفيض حدة التوتر الناتج عن الانتقال اليومي وستساهم سيارة المستقبل في توفير أقصى درجات الراحة والرفاهية والأمان وفي التقليل من مخاطر استعمال الطرق مع الحد من التلوث ولعل من أهم التقنيات المطروحة في هذا المجال ربط السيارات بعضها ببعض في شبكة الانترنت وبالمنظومات المعلوماتية المتعلقة بالطرق التي تسير عليها السيارات خاصة وهذا ما يمكن حاسوب السيارة من تلقي المعلومات عن النقاط المزدحمة في الطرق تجنبها واقتراح مسارات بديلة كما ستدمج وظائف الهواتف الذكية في سيارات المستقبل أما ميزة القيادة الذاتية فتعد إحدى أبرز ميزات السيارة في المستقبل فهي تقنية تعتمد على استخدام مجموعة من أجهزة فهي تقنية تعتمد على استخدام مجموعة من أجهزة الاستشعار وأجهزة الحاسوب للتنقل في الشوارع دون سائق يجلس خلف عجلة القيادة وفيما يتعلق بالسلامة والأمان يقول مهندس السيارات إن السيارات ستكون مجهزة برادار لتجنب الاستضامة وتنبيه السائقين الذين يفقدون تركيزهم بسبب النعاس أو التعب وهما من أهم أسباب الحوادث إذ تزوج السيارات بأمان تحدث اهتزازات خفيفة في المقعد أو حزام الأمان أو دواسة السيارة وتنبه السائقين في المواقف الخطرة وإلحد من مصادر التلوث من أجل المحافظة على البيئة فإن سيارة المستقبل ستكون صديقة للبيئة لتستجيب لأحد أهم القضايا التي تؤرق الإنسانية ألا وهي المحافظة على بيئة نظيفة والحد من مصادر التلوث التي تساهم فيه حاليا وسائل النقل بنسبة كبيرة حيث ستحل المحركات الكهربائية والمستعملة للوقود النظيف تدريجيا محل تلك المستعملة لمشقات النفط ترجمة نانسي قنقر